أعلنت وزارة الداخلية بدأ قبول طلبة تقدم لحق القرعة لهذا العام 1444 هجرياً 2023 ميلادياً وذلك ابتداء من الثلاثاء الموافق 21 من فبراير الجاري حتى الاثنين الموافق السادس من مارس القادم تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرية بمناسبة اقتراب موسم آداء فريضة الحق لعام 1444 هجرياً 2023 ميلادياً وتعلن عن البدء في قبول طلبات التقدم لحق القرعة اعتباراً من الثلاثاء الحادي والعشرين من فبراير حتى الاثنين السادس من مارس 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك يقتصر آداء فريضة الحق هذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحق مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت